السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات الذين طلبوا طريقة البريم الحرير من أجل الطرز الرباطي أو من أجل الرندا لدينا القصبة كيف ترى الحرير القصبة هناك أربعة ونحن لدينا الغرض بثلاثة على شحي ثلاثة على جوج سوف نضيف فنيتة نضيف فنيتة ونضيف فنيتة ونضيف فنيتة قصحة ونضيف فنيتة ونضيف فنيتة المعلمة من الطرز أو الرندا تشد على الأصبوع الرجل ونضيف فنيتة الأصبوع فنيتة نضيف فنيتة ثم سوف أحضر ثم يادر ثم ينضيف فنيتة ثم سوف نضيف أحضر ثم نضيف فنيتة نبقى لديه ثلاثة ثلاثة إليها او احزمي نجيب الخيط من هنا ونلوى قليل بحال على 70 مزيان لدينا حزمه جيهة و جيهة نشدها هكذا نتمني ان يكون واضح هات جيهة حزمتها و هات الجيهة سنجيب هنا بشيهة نقوم بعمل واحد نقوم بعمل دورات جوج سوف نحزم هذه الجيهة على الأصبع سوف نحل نطلق هذه الجيهة سوف ندور هذه الجيهة جوج مرات جوج مرات بالنسبة ل هذه القياس إذا كان صغر دورة وحدة إذا كان نكبر جوج دورات جوج ثلاثة دورت هذه الجيهة ودورت هذه الجيهة سوف نطلق هذه الجيهة سوف نشدها بجوج سوف ندورها بإيدي سوف ندورها في الاتجاه المعاكس جوج دورات كما ترى هذه الجيهة جوج مرات بالنسبة لجوج نحيض من هنا ويجبد المعاكس جوج المعاكس جوج أصحي سواء للطرز أو للرندة أريد أن أقوم بتغليد هذا فلا سوف أقوم بتغليد هذا فلا سوف أقوم بتغليد الأربعة كنت تمنى الطريقة تكون واضحة لأنها سائلة وبسيطة بزال أولا سوف أقوم بتغليد برمي كامل القياس سوف تبدأ الطرز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته